بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء المرسلين درس هذا اليوم بعنوان الخبر المتواتر ونبدأ قبل ذلك بتمهيد عن تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا فنقول ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين اثنين فإن كان له طرق غير محصورة بعدد معين فهو المتواتر وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحد ولكل منهما أقسام وتفاصيل نتحدث عنها فيما يلي بإذن الله ونبدأ بالخبر المتواتر فنقول في تعريف الخبر المتواتر في اللغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله أما اصطلاحاً فهو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب معنى هذا التعريف أن المتواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواه قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر من خلال هذا التعريف الذي ذكرناه قبل قليل يتبين لنا أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة وهي بداية أو الشرط الأول أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال والمختار أنه عشرة أشخاص الشرط الثاني أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أما الشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا حكم الخبر المتواتر المتواتر يفيد العلم الضروري أي العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه فإنه لا يتردد في تصديقه فكذلك الخبر المتواتر لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته أقسام الخبر المتواتر ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي أما المتواتر اللفظي فالمقصود به هو ما تواتر لفظه ومعناه مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار هذا الحديث رواه بضعة وسبعون صحابيا النوع الثاني أو القسم الثاني المتواتر المعنوي وهو ما تواتر معناه دون لفظه ما تواتر معناه دون لفظه مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك بينها وهو رفع اليدين في الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق وجود الحديث المتواتر يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة منها حديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نظر اللهم مجموعاً وغيرها كثير لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الأحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جداً بالنسبة لها أشهر المصنفات في المتواتر كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوط وأيضاً كتاب قط في الأزهار للسيوط وهو تلخيص للكتاب السابق وهناك كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المتواتر